تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد قصة اليوم شوين ما بنحكي عن مباريات نحكي عن ثروة رجل ماتيو فلاميني اللي تفاجأت في التعليقات آخر فترة آخر حلقتين ثلاثة كتير ناس هم تطلبوا تقول احكي لنا قصة ثروة ماتيو فلاميني ماتيو فلاميني لو رحتوا على جوجل وضعتوا اسمه وعملتوا سيرتش ماتيو فلاميني بالانجليزي هتفاجأوا انو الثاني نتيجة بحث هي ثروة فلاميني والثالثة شركة فلاميني شي ما بتلقوه لو بحثتوا عن ميسي او عن رونادو فشو القصة القصة بترجع ل2008 عندما قرر فلاميني مع احد الشركاء يفتحوا شركة طاقة بديلة شركة بتحول بقايا بعض النبادات الى حمض الليفولينيك المصنف احد 12 مادة ممكن تحل بدل النفط في المستقبل اخ فلاميني حسب اعترافه لبي بي سي عام 2016 السر عن الجميع 8 سنين لا زملائه عرفوا ولا اهله عرفوا بشو قاعد بيستثمر هذا الرجل لانه فكرة المنافسة هون في مصادر الطاقة البديلة هي في التكنولوجيا وانك توصلها قبل غيرك يعني السرية جدا مطلوبة عشان ما غيرك يقلدك بصرها ب2016 اتكلم عن هذا الموضوع وكانت الامور طبيعية انه الرجل مستثمر في شركة طاقة بديلة او ما يسمى الطاقة الخضرة لكن الموضوع تغير جدا عام 2018 لما نشرت فوربس تقرير اتكلمت فيه عن صناعة حمض الليفولينيك هذا وقالت انه حجم السوق تاع حمض الليفولينيك 30 مليار دولار وذكرت اسم شركة فلاميني اتلقى الناس اللي متابعين لرياضة الخبر وقالوا بسرعة ما ركزوا في الموضوع والتفاصيل والله فلاميني ثروتو 15 مليار دولار لانه نص له ونص رشريكو بعد شوي طلع فلاميني نفى هذا الكلام قال يعني هذا كلام غير منطقي وانا فعليا ما معي 30 مليار دولار ولا 15 مليار دولار القصة بكل بساطة انه فوربس نشرت تقرير على حجم السوق يعني كاينما نتكلم واحد نزل بيقول لك حجم البقالات هنا في السوق في منطقتنا بتبيع 1000 دولار في اليوم وفي عشر بقالات فمعناها هيك مش كل بقالة عم بتطلع 1000 دولار معناها كمجموع وهون فلاميني اعترض قال انا في صراحة مزعيني كتير موضوع المليارات هذا لاني انا ما دخلت الموضوع اساسا في البداية نحو ارباح طائلة زي هي اساسا دخلتو فعلا لاني مؤمن بالحفاظ على البيئة واللي بيقول اني معاي 15 مليار هذا مثل اللي بيقول انه في مطعم مصدر دخله هو مصدر دخل كل المطاعم على كل حال تقدر ثروة فلاميني ما بين 20 ل 30 مليون دولار مش مليار مليون دولار ولكن خلينا نوضح بما انه حجم الصناعة اللي هو داخلها بتوصر 30 مليار بما انه من احد الروادي دخلوا اولا نعم فلاميني ممكن يتحول لملياردير لما الصناعة تبليش تنتشر في السوق ويبلش يصير عليها طلب كبير بشرط انه شركته تكون عندها التكنولوجيا الافضل وعندها التسويق الافضل وتاخد اكبر جزء ممكن من حصة السوق لكن خلينا اوضح انه ايضا في لاعبين اخرين العلم تحولوا الى مليارديرات او في طريقهم الى ذلك او قدروا يعملوا ثروات كثير اكبر من مجموع رواتبهم من الامثل الشهيرة لباندوفيسكي لباندوفيسكي اللي نشرت عنه دوتشيفيل الالمانية يوما ما انه اصبح معه رصيد بنكي يزيد عن 300 مليون دولار نتيجة استثماراته الذكية في العقارات وبعض الاستثمارات الاخرى في بولندا كثير لعبين قدروا يبنوا ثروات بذكاء من رواتبهم وكثير لعبين ندموا لما ما عرفوا يستثمروا اثناء مسيرتهم عشان هيك في شركات الان تستهدف نجوم كورت القدم بافكار وتعطيهم افكار تعالي استثمر في هذا استثمر في هذا الان راتبك عالي بعد 10 سنين حتكون قاعدة في بيتك معتزل وبنعرف لاعبين امثال جيرارد بيك ايضا بيستثمر في مشاريع كبيرة وطموحة جدا اربما باي لحظة نسمع انه احنا مشاريعه تحول حقيقة الى مشروع بالمليارات نصل الهون لنهاية هذا الفيديو بطلب منكم تحكوا لي في التعليقات شو قصص جمعة حابينها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة